أوضاع معيشية صعبة تشهدها البلاد وسعر عشوائية ومرتفعة بشكل متفاوت يعيشها السوق المحلي بمختلف المناطق والمدن يأتي هذا الغلاء في ظل ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط وارتفاع أسعاره عالميا بحسب اقتصاديين وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بدأت مؤخرا في اتخاذ العديد من القرارات للحد من هذا الارتفاع في مختلف السلع الأساسية وضبط السوق المحلي وتحقيق الاستقرار حيث شدد وزيرها محمد الحويج على ضرورة إعداد مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية خلال هذا الأسبوع حتى يتم اعتماده وأي حالته للجهات الضبطية للتنفيذ المشروع يتضمن سبع سلع أساسية تمثل الأمن الغدائي للمستهلك منها الدقيق والزيت والأرز والمكارونة والسكر مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات مماثلة بخصوص السلع الغدائية واللحوم والأدوية والمعدات الطبية خلال الفترة المقبلة ونظرا لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار مع الوزارة بتخفيد الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي ستباشر وزارة الاقتصاد في تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لعام 2010 إضافة إلى أنها ستصدر قراراتها بالخصوص وتحيلها إلى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها ارتفاع أسعار السلع الغذائية بحسب خبراء ستؤدي إلى المزيد من الضغوطات التضخمية وندرة في عرض السلع الأساسية في حالة عدم تحرك المسؤولين عنها ورغم الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد والتجارة لردع استغلال التجار والتخفيف عن كهل الناس تبقى الكلمة الفصل وفق مراقبين للجهات القضائية والضبطية لمحاسبة مخالفين